موسيقى نشرة الأخبار من قناة المهرية نبدأها بأبرز العناوية موسيقى السفارة اليمنية في مصق تنفي إيقافة أشيرات المرور عبر سلطنة عمان موسيقى قبائل أبيا تندد بانتهاكات الحملة الأمنية التابعة للانتقال وتحملها مسؤولية إراقة الدماء موسيقى طاقم مسلسل دكان جميل يزورون مؤسسة اليمن لرعاية مرض السرطان في مصر موسيقى أهلا بكم إلى نشرة النصلة والضوء فيها على آخر المستجدات في مختلف المحافظات اليمنية موسيقى 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 أهلا بكم نفت سفارة اليمنية في مصق تنفي إيقاف تأشيرات المرور عبر سلطنة عمان وفي بيان لها أكدت السفارة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن إيقاف تأشيرات المرور من وإلى اليمن عبر أراضي سلطنة عمان الشقيقة وأعربت السفارة عن تقديرها لما تقدمه الحكومة العمانية من تسهيلات مميزة لأبناء الشعب اليمني كشفت مصادر خاصة في أرخبيل سقطرة عن نشاط لخلية إماراتية تعمل لتأليب الرأي العام ضد القوات السعودية الموجودة في الأرخبيل وبحسب المصادر فإن الخلية تتكون من خبراء مصريين في الإعلام وعلى علم الاجتماع تعكف حاليا على دراسة آليات التعامل مع الوجود السعودي في سقطرة أوضحت المصادر أن الخلية ضغطت على إعلاميين بتوجيهات من مختار الحنكاس لتجميد نشاطهم مع قوات الواجب السعودية نددت قبائل أبيا بانتهاكات الحملة الأمنية التابعة لميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات في المحافظة وفي بيان لها أوضحت القبائل أن قوة عسكرية يقودها القيادة في ميليشيا الانتقال أبو علي الشبواني دهمت مدينة موديا واتجهت نحو منزل المواطن محمد الفطحاني دون أمر من النيابة الأمر الذي أشعل فتيل الفتنة وتسبب في اندلاع الاشتفاكات واستنكرت قبائل أبيا اقتحام الحملة الأمنية منازل المدنيين والاعتقالات التعسفية وجرائم التصفية المباشرة محملة إياها المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء في سياق متصل اعتقلت إدارة أمن أبيا القياد في ميليشيا الانتقال أبو علي الشبواني وأودعته السجن المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في بيان لها أوضحت إدارة الأمن أن قوة أمنية بقيادة مدير الأمن العميد علي بوزيد توجهت إلى لودر عاقب اشتباكات موديا واتفقت مع محور أبيا على إطلاق صراح كل المحتجزين من الطرفين وتسليم جثامين القتلى لذويهم وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيلين تابعين للانتقال بعد خلافات حول خارطة الانتشار الأمني وأسفرت عن مقتل قائد قوات الحزام الأمني في موديا صدام الصالح وجرح آخرين دانت الأحزاب السياسية بمحافظة الجوف تجاهل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمطالب أبناء الجوف المتمثلة في تعيين محافظ من أبناء المحافظة وفي بيان لها أعربت الأحزاب السياسية عن استغرابها من تجاهل العليمي لتضحية أبناء الجوف في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والقفز على قانون السلطة المحلية الذي يضمن لأبناء المحافظة إدارة شؤون محافظتهم وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وأكدت الأحزاب السياسية أن فرض أشخاص من خارج المحافظة يتعارض مع الإجماع المحلي باعتباره قراراً أحادياً تجاوز التوافقات الوطنية كل المحافظات يطبق عليها قانون سلطة محلية إلا الجوف لا يطبق عليها قانون كيف هذا يعني؟ يعني لا يقبلها لا عقل ولا منطق أحنا مش من اليمن يفترض أنه يطبق علينا قانون على الجميع ولا إذا يريدون استثناء يصدروا قانون يجتمع مجلس الرئاسة ويجسم النواب ويصدروا قانون استثنائي في قانون السلطة المحلية إن محافظة الجوف استثناء لا يمثلها أبنائها وهذا ما يليق بأبناء الجوف والتضحيات التي قدموها على مر ستين عام ودم أبناء الجوف يسيل إلى جانب الثورة والجمهورية زار فريق مسلسل دكان جميلة مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية في جمهورية مصر وخلال الزيارة اطلع فريق التمثيل على أحوال المرضى وتبادل معهم الأحاديث الودية كما استمع إلى بعض القصص للمعاناة مع المرض وقصص نجاحات التعافي منه نحن كطاقة مسلسل دكان جميلة لما بلقنا بهذه المبادرة شعرنا بفرح كبير جدا لأنه واحد في شهر رمضان يزور مثل هؤلاء الناس الأمراض يكتب الله لأجل الجميع سواء من قم الزيارة ومن عد لها ومن حتى الآن يعملون قابل لنا لنطبع الأول أني خرجت بني هذه المنصة تقوم بجهود جبارة كبيرة جدا 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 لكيثل الحاجة في الأسعى لسيد عنا يكفي أنها تبث روح التكافل بين أبناء المجتمع سواء المسافرين والأمراضي جاءوا للقاهرة للعلاج أو ربط بين الداعمين وبين الأمراض والتجار الذي يقوم لمساندة المؤسسة اليوم نحن في مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية ونحن الآن بتحديد في دار الحياة هو عبارة عن مقر أو سكن لمرضى السرطان بيقوموا باستضافتهم وإقامتهم هنا كان في مكان خاص للنساء وخاص للرقال وأنا سعيدة أن المكان بيكفل الرعاية ورحة المرضى من المأكل والمشرب وأستكن بداية أشكركم على هذا اللقاء الجميل والرائع وخاصة في فعالية جميلة ورائعة مثل هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان هذه المؤسسة الرائعة والجميلة والتي لها مصمات عديدة في مجال مرضى السرطان ساندة العديد من الأسر والأجمل من ذلك هو طاقم مسلسل دكان جميلة وزيارتهم لمرضى السرطان ومشاركتهم شهر رمضان الكريم لقاء جميل وممتع طلعنا فيه على الجهود المبذولة والتي تبذلها هذه المؤسسة الجميلة والرائعة في غضون ذلك أقامت مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية مأدوبة إفطار جماعية تلتها أمسية احتفالية وخلال الأمسية دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحاج عبد الواسع هائل الإعلاميين والنجوم الفن اليمني ليكونوا سفراء الخير للمؤسسة من أجل خدمة مرضى السرطان في هذا اليوم في القضاء الثلاثة الأول من شهر رمضان المبارك نحتفل هنا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وفرعها في مصر وهو مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية نحتفل بزيارة الإخوة أولادنا وبناتنا وأحبائنا من الفنانين اليمنيين الذين نعتز بهم وبنشاطهم المتميز في قمهورية مصر العربية طبعا تابعنا مسلسل جميلة والواقع لم نكن نتخيل أن نكون مسلسل بهذا الإخراج كأننا نتابع وكأننا في مدنة صنعاء الإخراج ويعني إيجاد البيئة اليمنية في هذا المسلسل كان مفاقة للجميع ولكن كانت مفاقة أسرة وكان التمثيل رائع جدا والإخراج رائع أكثر من رائع والمثلون كلهم متميزون ويشرفون اليمن ويشرفون خاصة في مصر بلد السينما والأخراج ولكن الأخراج كان متميز ورائع جدا جدا وزيارتهم اليوم للمؤسسة لزيارة مرضى السرطان الذين وفدوا من اليمن هذه زيارات خير وبركة يعني رفعوا من الروح المعنوية للمرضى وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم دعا المركز العربي للأطراف الصناعية المجتمع الدولي لإنصاف ضحايا الألغام وإيقاف الانتهاكات التي طالت مئة المدنيين وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام دعا المركز المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جرون بيرغ إلى ممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوث للتوقف عن زراعة الألغام بجميع إشكالها وشدد البيان على ضرورة السماح للفرق العاملة في نزع الألغام بالعمل والكشف عن خرائط زراعتها في جميع مناطق النزاع اجداحت سيول الأمطار الطريق العام الواصل بين مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبيان وتسببت السيول بأضرار مادية نظرا لتدفقها الكبير وضعف إمكانيات قطاع الري لمواجهة أخطارها وتصريفها على الرقع الزراعية المختلفة والطرى مزارعون لفتح ممرات غير مسؤولة أدت إلى دخول السيول إلى منطقة المخزن كي لا تنتقل إلى الأراضي الزراعية الأخرى حفاظا على محاصيلهم أقيمت في محافظة مارب فعالية تكريمية لأسر ستمائة شهيد من منتسب الأجهزة الأمنية بدعم من نادي أعمال سبا لرجال المال والأعمال وخلال الفعالية قال وكيل محافظة مارب عبدرب مفتاح إن تكريم أسر الشهداء أقل واجب يقدمه أبناء المحافظة بحق التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال القوات المسلحة في الدفاع عن الجمهورية وصون الحرية والكرمة تكريم أسر الشهداء من قبل نادي رجال أعمال سبا بكل الخيرين وكل الفاعلين من التجار وفاعلين الخير هم من أقاموا وهم يروا أن ذلك واجب عليهم ولو عطينا ما عطينا لو يعطون كل ممتلكاتهم الموجودة فينا لما جاءت القلة القليلة لهؤلاء الشهداء والواجب علينا أكثر من ذلك لأنهم من سكبوا دماءهم وهم من سكبوا دماءهم على أطراف البلاد وهم من أقاموا وهم الصخرة المنيعة مجتمعيا دشن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة سالم نيمر مشروع توزيع السلة الغذائية للأيتام الذي تنفذه مؤسسة الشوكان بدعم من فاعل الخير بدوره قال الأمين العام للمؤسسة محمد اليافعي إن مشروع توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن برنامج المشاريع الخيرية الرمضانية التي أطلقتها المؤسسة بهدف التخفيف من معاناة الأيتام وتوفير احتياجاتهم الأساسية في المحافظة باسم السلطة المحلية ممثل أبن الأستاذ محمد علي ياسر نتقدم بشكر والتقدير للأخوة في مؤسسة الشوكاني لرعاية وكفالة الأيتام على ما قامت به في محافظة المهرة من جهود جبارة خاصة في كفالة الأيتام وفتح مطبخ عام وتوزيع الوجبات الجاهزة على بعض المؤسسات وعلى الأيتام وكذلك السجون نحن في مكتب الشؤون الجماعية إذن افتخر ونعتز بهذا الدور الذي قامت به مؤسسة الشوكاني التي ظهرت علينا في هذا الشهر الفضيل بالخير والبركة أنجاز كبير قامت به هذه المؤسسة لرعاية الأيتام في مجال توزيع الأطعمة وكفالة الأيتام من كل نواحي نحن اليوم على نشاط آخر من أنشطة مؤسسة الشوكاني في المهرة وهو توزيع السلة الغذائية فبرعاية كريمة من السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تم اليوم تدشين السلة الغذائية وهي على دفع بدانا اليوم بمئة وخمسين سلة غذائية ووزعت لأسر الأيتام الشوكاني الموجودين في الغيظة وتتليها إن شاء الله سلة الغذائية أخرى لأسر الأيتام وكذلك للمعدمين والمحتاجين في ذات السياق دشنت منظمة رحمة العالمية مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مدينة المكلة بحضر موت والذي استهدف نحو مئة أسرة وأوضح مدير المنظمة في اليمن عبد الرحمن العطاس أن المنظمة تأمل التوسع في المشاريع خلال الفترات المقبلة ليشمل عددا أكبر من الأسر رياضيا انطلقت في مدينة تعز بطولة كأس الشهيد حمد المكحل لكرة القدم ويشارك في البطولة بحسب المنظمين أكثر من أربعة وعشرين فريقا من مديريات صالة والقاهرة والمضفر وتنقسم إلى ست مجموعات أربع منها تضم فرق الشباب واثنتان تضمان فرق الناشئين وتستمر النباريات حتى تاريخ السادس والعشرين من رمضان حيث سيتوج الفائز للكأس والميداليات وصلنا إلى نهاية النشرة المزيد من الأخبار والبرامج تجدونها في موقعنا الإلكتروني المهريانت وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله